سفينة الصحراء التي دعان القرآن الكريم إلى أن نتأمل فيها حيث قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت لماذا خصت هذه الآية الإبل وجعلته بابا واسعا من أبواب التدبر سنقدم لك في هذا الفيديو هذه المعلومات المذهلة والتي أكدها خبراء حديثا هل تعلم أن للإبل أذنين صغيرتين قليلتي البروز يغطيهما الشعر من كل جانب؟ لماذا؟ هل تعلم أن منخار الإبل على هيئة شقين ضيقين محاطين بالشعر وحافتهما لحمية؟ هل تعلم أن لعيني الإبل رموشا ذات طبقتين تستطيع إدخال إحداهما في الأخرى؟ هل تعلم أن للإبل قواء طويلة ذات خف مميز؟ هل تعلم أن للإبل شفى عليا مشقوقة؟ لماذا يا ترى؟ هل تعلم ما هي الحكمة من ارتفاع أعناق الإبل؟ ولماذا معيدة الإبل تختلف عن معيدة باقي الحيوانات؟ ولماذا خص الله الإبل بأنها لا تتنفس من فمها ولا تلهث أبدا مهما اشتد بها العطش؟ ولا تفرز إلا قدرا ضئيلا من العرق عند الضرورة القصوى وعندما تتجاوز درجة حرارة الجسم 41 درجة مئوية وحينها كيف يتخلص الجمل من الحرارة؟ ومتى يكون ذلك؟ وهل يستطيع الصبر على عدم شرب الماء لمدة شهر ونصف؟ إنها آية معجزة في كتاب الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يقول الله تعالى آمرا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته إنها خلق عجيب وتركيبها غريب فإنها في غاية القوة والشدة وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب من لبنها في خلق الإبل آيات مذهلة أذنا الإبل صغيرتان قليلة البروز فضلا عن أن الشعر يغطيها من كل جانب ليقيها من الرمال التي تحملها الرياح كما أن لها القدرة على الانثناء خلفا والالتصاق بالرأس إذا ما هبت العواصف الرملية أما منخرى الإبل يتخذان شكل شقين ضيقين محاطين بالشعر وحفتهما لحمية مما يسمح للجمل أن يغلقهما لمنع ما قد تحمله الرياح إلى رئتيه من دقائق الرمال أما عيناء الإبل لهما رموش ذات طبقتين مثل الفخ بحيث تدخل الواحدة بالأخرى وبهذا فإنها تستطيع أن تحمي عينها وتمنع دخول الرمال وهي أشبه بالشبكة التي تحمي عينيه من ذرات الرمال إذا هبت عاصفة رملية أثناء سيره في الصحراء وفي الوقت نفسه يستطيع الإبصار من خلال هذه الشبكة دون أن يضطر إلى غلق عينيه أما شفة الجمل العليا فهي مشقوقة هل تعلم لماذا؟ إن هذا الشق يمكنه من أكل نباتات الصحراء التي غالبا ما تكون أشواكا أو ذات أشواك أما قوائم الإبل فهي طويلة أتعرف لماذا؟ لترفع جسمه لتقيه مما يثور تحته من غبار كما أنها تساعده على اتساع الخطى وخفة الحركة تتحصن أقدام الجمل بخف يغلقه جلد قوي غليظ يضم وسادة عريضة لينة تتسع عندما يدوس الجمل بها فوق الأرض ومن ثم يستطيع السير فوق أكثر الرمال نعومة وهو ما يصعب على أي تدابة سواه أما عنق الإبل فهي مرتفعة وطويلة هل خطر ببالك لماذا يملك الجمل هذا العنق المرتفع؟ الغرض من هذا أن يتمكن من تناول الطعام من نباتات الأرض كما أنها تستطيع قضم أوراق الأشجار المرتفعة حين مصادفتها ويساعد الجمل على النهوض بالأثقال حينما يبرك الجمل للراحة أو يناخ ليعدل الرحيل يعتمد جسمه الثقيل على وسائد من جلد قوي سميك على مفاصل أرجله ويرتكز بمعظم ثقله على كلكله حتى إنه لو جثم به فوق حيوان أو إنسان طحنه طحنا وهذه الوسائد تهيئه لأن يبرك فوق الرمال الخشنة شديدة الحرارة والجمل الوليد يخرج من بطن أمه مزود بهذه الوسائد المتغلظة أما معيدة الإبل فهي ذات أربعة أوجه وجهازه الهضمي كما أثبت العلماء قوي بحيث يستطيع أن يهضم أي شيء بجانب الغذاء كالمطاط مثلا الإبل لا تتنفس من فمها ولا تلهث أبدا مهما اشتد الحر أو استبد بها العطش فجسم الجمل يمتاز بأنه لا يفرز إلا مقدارا ضئيلا من العرق عند الضرورة القصوى حيث لا يضطر الجمل إلى العرق إلا إذا تجاوزت حرارة جسمه 41 درجة مئوية ويكون هذا في فترة قصيرة من النهار أما بالليل فإن الجمل يتخلص من الحرارة التي اختزنها عن طريق الإشعاع إلى هواء الليل البارد دون أن يفقد قطرة ماء ومن عظيم خلق الله أن جسم الجمل مغطى بهذا الشعر الكثيف وهذا الشعر أو الوبر يقوم بعزل الحرارة ويمنعها من الوصول إلى ما تحت الجلد يقوم الجمل بإنتاج الماء والذي يساعده على تحمل الجوع والعطش وذلك من الشحوم الموجودة في سنامه بطريقة كيموية يعجز الإنسان عن مضاهاتها احتياط الدهون في الإبل كبير للغاية وهو يفوق أي حيوان آخر ومقارنة بالخروف المشهور بإليته المملوئة بالشحم نجد أنه في حين أن الخروف يختزين زهاء 11 كيلوغرام من الدهن في إليته نجد أن الجمل يختزين ما يفوق ذلك المقدار بأكثر من عشرة أبعاف أي نحو 120 كيلوغرام يستفيد منها الجمل بتمثيلها وتحويلها إلى ماء وطاقة وثاني أكسيد الكربون ولهذا يستطيع الجمل أن يقضي حوالي شهر ونصف بدون ماء يشربه وفي هذا الفيديو لابد من الإشارة إلى لبن الإبل الذي يعد أعجوب من الأعجيب كما أثبتت الدراسات العلمية الحديثة حيث تحلب الناقة لمدة عام كامل في المتوسط بمعدل مرتين يوميا ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي 5 إلى 10 كيلوغرام من اللبن ويختلف تركيب لبن الناقة بحسب سلالة الإبل التي تنتمي إليها ومن ناقة إلى أخرى وتبع لنوية الأعلاف التي تتناولها الناقة والنباتات التي تقتات عليها والمياه التي تشربها ووفقا لفصول السنة التي تربى فيها ودرجة حرارة الجو أو البيئة التي تعيش فيها والعمر الذي وصلت إليه هذه الناقة لبن الناقة الصغير يكون مائل للحمرة وهو عادة حلو المذاق لاذع إلا أنه يكون في بعض الأحيان مالحا كما يكون مذاقه كمذاق المياه أحيانا ويحتوي لبن الإبل على أحماض دهنية قليلة وقصيرة التسلسل وتكمن قيمة لبن الناقة في التراكيز العالية للأحماض من الطيارة التي تعتبر من أهم للعوامل المغذية للإنسان خصوصا الأشخاص المصابين بأمراض القلب وقد أثبت العلماء أن لبن الإبل يستخدم للعلاج من كثير من الأمراض سبحان من خلق فأبدع وصدق الله القائل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت كان هذا الفيديو وقفة تأمل في هذا المخلوق العجيب فسبحانك يا الله إذا أعجبكم موضوع اليوم في قناتنا فلا تبخل بالإعجاب والاشتراك معنا يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة في القناة